بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء الثاني من الفصل السابع لمكرر نظم التشغيل في الجزء هذا يا جماعة هنتكلم عن موضوع اسمه Direct Memory Access أو الوصول المباشر إلى الذاكرة والموضوع الثاني اسمه ديسك سكيديولنج أو جدوية الدسك إن شاء الله نبتدي مع بعض بنتكلم بلول يا جماعة Direct Memory Access أو الوصول المباشر إلى الذاكرة اختصارها DMA وكلمة وصول مباشر إلى الذاكرة نقصد بها إن البيانات لما تدخل بتدخل مباشرة على الذاكرة دون عملية معالجة يعني إيه دون عملية معالجة؟ يعني ما بتدخلش عند الCPU ما بيقرأهاش ما بيشوفهاش ما بيعملهاش معالجة بتدخل مباشرة على الميموري الموضوع ده بيسموه إيه يا جماعة Direct Memory Access أو الوصول المباشر إلى الذاكرة طب الكلام ده بيتم إزاي زي ما انت شاف قدامك كده على الرسمة قدامك بنقول إن في عندك كنترولر هو اللي بتحكم في الدخول وعن طريق CPU Memory Bus بتدخل على طول الداتا على الميموري وما بيحصلهاش عملية المعالجة هنا ما بتدخلش عند الCPU معاي شباب الموضوع ده بيسموه يا جماعة Direct Memory Access طيب هل الكلام ده له مميزات وعيوب؟ أه طبعا أولا لها مميزات إمتى؟ لما يكون الداتا كترة عندي تمام؟ وفيه Large Amount of Data لو إحنا عدنا نعمل لها معالجة هتاخد وقت كبير هيبقى Consuming وإهدار وإهدار الوقت فإذا في الحالة ديات ما بنعملهاش ما بتدخلش عند الCPU وبتدخل مباشرة عند الميموري طيب ده مميزات عيوبها إن في بعض الداتا مش حصلها معالجة يعني بعض الداتا مش هيحدث لها معالجة الCPU مش هتشوفها مش هتقراها إذا في الحالة ديات ممكن يحصل أخطاء في الData جميل الموضوع الثاني اللي هناخده مع بعض أو مقدمة عنه اللي هو اسمه Disk Scheduling أو جدولة الدسك جدولة الدسك ده يا جماعة معناها إيه؟ معناها كيف هنقوم بالكتابة والقراءة على الدسك بترتيب ومنهجية محددة يعني الدسك بنحط عليه بيانات إزاي البنده هتتحط وإزاي كمان هتتقر دي معناها كلمة هه Disk Scheduling قبل ما نبتيجي في موضوع Disk Scheduling يا جماعة لازم نشوف الDisc بيتكون من إيه؟ أساساً الDisc بيتكون من استوانات معدنية Metal Plates يعني إيه؟ استوانات معدنية الاستوانات معدنية الاستوانات معدنية زي ما أنت شايف كده عبارة عن إيه؟ مجموعة من الاستوانات أو لو أنت خدت بالك معي الاستوانات انت عارف انها ده قاعدتين مش كده؟ اه القاعدتين واحدة حلوية والتانية سوفلية وهي نفسها الاستوانات بتتكون من عدد من الدوائر معا يا جماعة؟ إذن بنقول أن الاستوانة تتكون من قاعدتين قاعدة إيه؟ ولوية او قاعدة سوفلية كل الاستوانة للك العرب عائضاء ممكن يكونها تتكون من مجموعة من الطريقS أو الدوائر زي ما تشايف كده إذن اتفقنا إن إيه ان الاستوانة تتكون من sniff هي بقى د 여زي ما انت شاف كده مجموعة من الاستوانات المعدنية يعني زي ما أنت شاهت كده الشكل ده يقول أن اسطوانة الشكل اللي بعده كل ده يكون اسطوانة وهكسة. جميل. كل تراك من تراكات ده جماعة يمكنك قسم اجزاء صغيرة شايف الاجزاء الصغيرة ده دي اسمها سكتور. اوكي. يبقوا له تاني. كل تراك ينقصب مجموعة صغيرة اسمها سكتور. طيب. المسؤولة عملية الكتابة والقراية من التراك بيسموه الهد. عشان كده بيسموه هد يعني ايه؟ يعني هو المسؤول عن القراءة والكتابة. وبينسموه كمان read right head. معا يا جماعة ازا. اساسا ها تكون الديسك من مجموعة من ايه ها? متال بليتس. ها? لها قاعدة ها? عدوية وقاعدة صوفلية. كل ايه? كل اسطوانة منهم يا جماعة. ها? مجموعة من التراك. كل تراك مجموعة من اين? ها? من السكتور. طيب. يتم تخزين ايه بقى? الداتا في السكتور الايه? ها? الواحد في التراك الواحد. يعني ايه? يعني ايه? يعني ايه? عشان اخزين داتا. لازم يكون عارف ايه موقعها فيه في السكتور الفلاني. في التراك الفلاني. اذا لو قلنا ان الداتا يتم تحددها يا جماعة بايه? يتم تحددها بايه? بايه? برقم السكتور اللي هي مخزنة فيه. ورقم كمان ايه? التراك. اتفقنا. طيب. بناخد ايه? يعني مقدمة بسيطة خالص. قولي يعني ايه? حاجة اسمها سيكتايم. ورتشنا لتانسي. طيب. السيكتايم يا جماعة معناه ايه? معناه ان الهيد لما يجي يتحرك بيروح لتراك محدد. مش كده? او معين. الوقت اللازي يستغرقه الهيد او الرأس اللي احنا تكتبينه قدامك ده عشان تروح لتراك محدد بيسموه سيكتايم. طيب. انت عارف ان تراك جواه زي ما احنا اتفقنا دلوقتي ايه? سيكتورز مش كده? اه. الوقت علشان تدخل تقرأ او تكتب من السيكتور اللي جوا تراك بيسموه ريتشنال لتانسي. اتفقنا جماعة? ايه يهمنا قوي? اللي تعارفين اللي احنا قلناهم دول. يعني ايه سيكتايم ورتشنال اه? ريتشنال ايه? لتانسي. احنا اتفقنا قلنا سيكتايم اللي هو ايه? ها? الوقت المستغرك علشان الهد يروح لتراك محدد. طيب الريتشنال لا تانسي. لا الوقت المستغرك علشان اروح كمان لمين? ها? لسيكتور محدد جوا تراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.